موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر نص تضيف اليوم من رمالة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأستاذ الأستاذ عباس زكي أهلا وسهلا بك أستاذ عباس أهلا وسهلا دخلت قرى شمال شرق الخريل أستاذ عباس أسبوعها الثالث تحت الحصار الإسرائيلي فإلى متى هذا الحصار وبرأيك كيف يمكن أن يصار إلى تحرير هذه المنطقة من الحصار الإسرائيلي يعني لا شك أنه 13 يوم حوالي 800 ألف فلسطيني في محافظة الخليل وبخاصة أن هناك اقتحامات تجاوزت كل الحدود لكل من دورة ويطة وبنعم وسعير وهذا أمر في غاية الخطورة هم الآن يحاولوا كمتطرفين بوزارة مستوطنين أن يكسروا النفسية الفلسطينية وأن بإجراءاتهم في محاولة أن الناس ترفض يعني المعارضة أو الممانعة أو المقاومة لهذا العدو ولكن سيفاجأ هؤلاء أنه فيض من الإجراءات القمعية سيعطي رد فعل قاسي حتى الناس الذين كانوا يقولوا اهدأوا الآن هم الذين يشعروا بأن اقتصادهم وحياتهم وبيوتهم أصبحت في دائرة الخطر والنار وبالتالي إن شاء الله رهاننا على أن هذه الإجراءات ستوحد شعبنا وخاصة الذين استسلموا لمقولة أن أمريكا هي الحل وأن إسرائيل قياسا بما يجري في المنطقة لا يمكن مسايرتها الآن إسرائيل تفقد كل يوم ما تبقى لها من رصيد احتياطي سواء في داخل الساحة الفلسطينية وما أكثر الذين أتنقوا أن هناك خطأ ارتكب في المقاومة لا بد من تصحيحه بالسلام وأن نصبح مسيح جديد لكن بلا كرامة هذا كل الكلام الآن إجاء الجرائم التي تشويها إسرائيل في منطقة الخليل في محافظة الخليل كما في مناطق أخرى يعني صباح اليوم أصحينا في الرام أطلقوا النار على سيارة فيها ثلاث شباب قتلوا واحد اعتقلوا الآخر والثالث جريح وضع مأساوي لا يوجد حياة في فلسطين الآن إطلاقاً ولا يوجد مقابلنا دولة نعم أستاذ عباس حضرتك تؤكد بأن هذا الحصار لابد أن ينعكس على موضوع الانتفاضة التي بدأت ولابد أن يصار إلى تصعيد هذه الانتفاضة لا يعني أنا رأيي أنه الذين كانوا يقفوا ضد الانتفاضة والذين نأوا بأنفسهم عن التضحيات إن شاء الله الخطر بلحقهم في بيوتهم وبضطروا مكره أخاك لا بطل أن يكونوا منتفضين وأن يكون عندهم انتفاضة لكن من نوع آخر وأنا بأقول إسرائيل حتى يعني المستوى السياسي الحقير هذا بقول الآن يجب احتلال كل الضفة الغربية بدون حقوق مدنية لشعبها وأنهم يروحوا يروحوا على الأردن يروحوا على مصر على أهلهم يطلعوا هذه أرضنا التاريخية الجيش بقول أرجو أن لا نطبق قرارات المستوى السياسي لأنها ستحدث رد فعل لا نستطيع تطويقه وبالتالي خلينا نعمل توازن في الإجراءات يعني بننفس في منطقة وبنضرب في منطقة المهم أن الشعب الفلسطيني حقل تجارب لكل أشكال الإرهاب وخاصة أنهم عينوا الآن حاخام أفتى قبل فترة بأن الإسرائيليين انتهتوا أعراض غير اليهوديات يتمتعوا بالعربيات حتى يعني في مرحلة الحروب ويحل لهم استباحة كل شيء يعني داعش داعش أخرى هذا الآن جابوه هو المفتي العام الحاخام جابوه الآن في ظل هذا التطرف أن يكون هو المفتي وهو الحكم لانتهاك أعراض نسائنا سواء مسلمين أو مسيحيين المهم العربي الآن تحت الخطر المهم أن داعش تنتشر في كل مكان أستاذ عباس يعني موضوع التوطيم بالتأكيد موضوع مهم جدا وسنتحدث عنه لاحقا سواء في لبنان أو في الأردن وغيرها من الدول ولكن حضرتك قلت أنه باتت إسرائيل تنعزل شيئا فشيئا أو باتت إسرائيل تخسر من أوراقها شيئا فشيئا سواء الأوراق الداخلية أو الأوراق الخارجية ولكن في المقابل نحن نشاهد هجمة عربية للتعاون مع إسرائيل يعني غير مسبوقة كيف تكون تخسر يعني أنا بقول على فلسطين ما جاء بتسيرك العرب يعني البنقذ إسرائيل دائما هي الهرولة العربية تحت مسميات معينة يعني بيخلقوا مثلا فزاعة أنه العشيرة مثلا أو المذهب أو الطائفة هذه لعبة لعبتها بريطانيا في الماضي نعم وقت سايكس بيكو تقسيم المنطقة فرق تسد بقي هذا الشعار أنه كيف نفرقهم حتى تفشل مسائيهم وتذهب ريحهم انتصروا في هذا احنا في فلسطين لازلنا صامدين يعني مثلا في عدوات نزوات شخصية بين هذا وذاك بين هذا الفصيل وذاك لكن في الأخير محكمين بمعادلة أنه في عدو اسمه إسرائيل تناقض أساسي صحيح مرات بنتجاهل لأنه بنهرب نتيجة ضعف نتيجة اتجاد مبرر أنه مش جاء الدين في المواجهة ولكن في نهاية المطاف يعني لن نعمل كدول أخرى أنه ندخل على بعضنا بهذا الذبح بالمجان وهذا المشاكل التي تتم بلا مبرر وبالتالي أنا في أعتقادي أنه الهرولة العربية الآن هي إنقاذ لإسرائيل يعني لما بدهم يختروا أنه والله إيران هي العدو ما أهلا وسهلا هي إيران ليست العدو إنما الجبناء العملاء لأمريكا بدهم يختلقوا مبرر أنه والله في عدو إلنا إذن تعالوا خلينا حتى إسرائيل الله يبارك فيها تكون معنا هذا لا يعني هذا منتهى الجبن والتفريط والانحراف عن الموضوع الأساس عن التحرير نعم وبالتالي الفلسطينيين لا سيبقوا الفلسطينيين هم المنارة المضيئة لأن الرسول الكريم قال ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يدروا من خذ لهم أي العرب والمسلمين ولا ولا ما أصابهم من لأواء زي إحنا اليوم إلا أن يأتي أمر الله وهم كذلك قالوا وين قال في بيت المقدس إحنا مشي استثناء وبالتالي حتى الإسرائيليين والعرب يعرفوا أنه في الأخير سيعتدروا لنا وأن الحق لنا وأن إسرائيل بإذن الله بإذن الله لن تكون صاحبة اليد الطولة ولن تكون هي قدر هذه المنطقة نعم وبالنسبة للكلام الذي قيل أيضا عن استضافة عن استضافة مصر أو رغبة مصر باستضافة أي مفاوضات أو أي اجتماعات بين اجتماعات شلسية بين إسرائيل ومصر والفلسطينيين وقد تنضم ينضم الأردن إليها أولا اسمحي لأقول مصر بلد كبرى بلد يعني مقرر بلد مهم يجب أن لا نسقطها من كل اعتباراتنا لأسباب أولا مصر في 2000 أو في 87 وقعت 79 في يعني مؤامرة كام ديفيد نعم وأسقطت الخيار العسكري يعني هذا النظام الجديد ورث هذا السقوط استياد السمكة الكبرى ومنعها من استخدام أي مقاومة ضد إسرائيل وفق اتفاقيات دولية انتقلت فيما بعد إلى الصراع الداخلي بين الإسلاميين وبين الوطنيين نعم ومصر في وضع خطير جدا يعني حاجة اقتصادية حاجة استقرار حاجة امن التفجيرات التي حولها المنطقة العربية والفوضى الخلاقة ومصر مستهدفة كما هو استهداف فلسطين كما هو استهداف سوريا كما هو استهداف ايران كما هو استهداف اي بلد يعني مش مع اميركا وبالتالي مصر الآن تعطي الدليل تلو الآخر للإسرائيليين انه انتم معانا وانحنا معكم في افضل الحالات تعالوا نتفاهم وذلك خوفا من الهرولة العربية باتجاه اسرائيل تريد مصر ان تقول للإسرائيليين احنا معك ولكن في قضية بدك تحلها اسمها القضية الفلسطينية وانه مش الفلسطين اللي بده والعرب اللي بده يتعرض لا وانتو كذلك اذا لا امن ولا استقرار انا بأقول ليس هذا دور مصر ولكن مكره اخاك لا بطل بحكم انه العرب اللي عبئ على مصر ذهبوا بلا حدود لهم مع اسرائيل بلا مصالح لهم مع اسرائيل ولكن طوعا مع السياسة العدوانية الامريكية بدهم يتحالفوا مع اسرائيل ماذا ستختلف النتائج استاذ عباس يعني سواء ذهبنا مع اسرائيل غصبا عننا ويعني اسقط في يدنا او سواء ذهبنا مع اسرائيل يعني رغبة منها النتائج هي نفسها يعني هل ستختلف النتائج برأيك وكيف ستنعكس لا لا انا بدي راهن على التالي فضل انه مصر رغم كل رغم كل الدخول في الحلبة اللي اسمها تسوية الا انه استعصت على التطبيع يعني في عندك في مصر اذا بتلاحظ الشارع المصري نعم يعني عازل السفارة الاسرائيلية في التطبيع في الاحترام لحد بزور حتى اسرائيل ومكره اخاك لبطل على هذه الهلاقة اللي ادخلت فيها بضياء انتصار حرب اكتوبر وتحويلها الى هزيمة سياسية نتيجة غياب الرؤية عند الرئيس سواء السادات احنا مش رايحين نفتح جروح لكن انا بقول انه في رهان على انه مصر تبقى دولة عندها تقاليد وهي شعرة بانه معها شحدة بحاجة الى غطاء بحاجة الى اقتصاد بحاجة الى امن واستقرار ما يتهددها في محيطة سواء من سيناء او من ليبيا او من تحتاج بالفعل الى تهدئة وتعطي الان مجال للاشقاء العرب اللي هما يضغطوا عليها من اجل ان تكون امريكية الهوية والمسار يضغطوا عليها هي بدأت كلهم احنا معكم احنا مع اسرائيل ولكن في قضية فلسطينية بدأ حل اذا اسرائيل ضلت بصلفة وهذا الواضح ان اسرائيل ستحلق للجميع ولا هامها حدا اسرائيل بتهاجم الادارة الامريكية وبدأت تحتل القرى السوداء كيف يعني بدأت تكون مع مصر لكن مصر انا في اعتقادي بتجذر عند شعبها وحقها في ان تقول للعرب اصحوا شوي اعطونا فرصة يعني مش هيك الاندلاق ولا هيك الابتدال ولا هيك الهولة باتجاه هذا العدل نعم استاذ عباسي على كل حال معهد واشنطن هناك تقرير يقول زيارة وزير الخارجية المصري الى اسرائيل قد تستبق مبادرات السلام الدولية هل تجد هذا الكلام منطق هل يمكن التعويل على هذا الكلام كيف تعلق عليه شوفي اولا اللي بيقرأ فينانشال تايمز اللي بيقرأ السوشيتد بريس اللي بيقرأ اعمدة لكتاب نعم بيشوف انه فيه الان تحليل انه مصر راحت عشان تركيا مرعوبة الان لانها برا المعادلة ايه مصر بدها كل هذا الكلام حطي وحطي على الجانب الاخر انه مصر لازالت تؤمن بالتعاطي مع الروس والسلاح الروسي ايضا يعني يعني فيه اعور بين عميان اذا هالعميان بينهم واحد اعور نعم مصر بتاريخها لا استطيع انا ان اقبل انه نلغي مصر وبعدين نفكر احنا لما صارت كام ديفيد قاطعنا مصر ولكن شو البجوك على المر قال الامر منه بعدين ردينا ارجعنا على مصر والعود احمد لا طبعا لا احد يناقش اهمية مصر استاذ عباس هذا خارج النقاش اهمية مصر في هذه القضية تحديدا هناك مقولات كثيرة سواء للعدو او للصديق او لاصحاب القضية تؤكد هذا المضوع نحن فقط نتحدث عن كيفية الظروف وكيف تتصرف مصر ازاء هذه الظروف في هذا الموضوع نعم تفضل اخذ ضياء اداة القياس عندي اداة القياس اولا ان مصر عصية مصر رغم كل اللي بيصير ورغم كل التحليلات ورغم كل الاحتياجات لمصر الا انها لا تقر بوجود اي قوة على الارض السورية تقاتل الشرعية السورية او النظام السوري هذا خدي مني هذا اداة قياس مصر مقرهة مجبرة تكون هنا هنا ولكن في نهاية المطاف دولة ظروف صعبة ولكن ارادتها ان شاء الله ستبقى متوفرة ارادة عربية نعم نعم استاذ عباس هذا كلام جميل جدا جميعنا يعول على الدور المصري جميعنا ينتظر هذا الدور ولكن هناك تقارب استراتيجي بين اسرائيل وبين مصر يعني حين نتحدث عن الموضوع الامن القومي لمصر يعني يكون له الاولوية على اي قضايا اخرى يعني مثلا يقول هذا المعهد معهد ديفيد ماكوفسكي يقول في هذا التقرير تقارب استراتيجي بين البلدين ويشمل ذلك المعارضة المشتركة لكل من تنظيم ولاية سيناء الذي يدور في فلك داعش وحركة حماس في غزة واحتمال التنامي النفوذ الايراني في الشرق الاوسط يعني ايضا هذه امور يتحدث عنها هذا المعهد ويقول بانها مشتركة بين اسرائيل وبين مصر في اكثر من هذا يعني كل بحكو الصحافة الغربية ان وجود لبرمان المتطرف جدا هو خدمة لمصر في مواجهة حماس نعم هذا كلام كثير بس انا رأيي دعينا في الاخير انقول هل نتوقع بالفعل ان تكون مصر كغيرها من الدول الخاضعة التابعة رغم كل ظروفة لن تكون وانا في اعتقاد اداة القياس انه الها علاقة بالروس ولا لا الها علاقة مثلا بسوريا ولا لا الها علاقة بالممانعة والمقاومة ولا لا مصر صحيح في ضرط يعني خطير ليبيا الحدود الجنوب ايضا الغزو الاسرائيلي الهلا اردوغان يعني بيقول لك احنا براغماتيين بنبيع كل شي وما عدنا نعمل خليفة الان بدنا المصالح وما عدا يريد ان نصل في الجمع الاموي رئيس الوزراء التركي يقول بالتأكيد سيكون هناك تعود لعلاقات جيدة مع سوريا وبدو يصلحها مع مصر ومع العراق ومع سوريا وبقول لا داعي علي الدريم يعني هؤلاء البراغماتية فأنا رأي اخلينا نكون هيك انا ما بدي حتى الان ادخل شو يقال عن تغيير المناهج في مصر يعني الان المناهج الجديدة خاصة الوطن العربي والجغرافيا بطلوا يتحدثوا عن حروب مع اسرائيل الثقافة كلام الشفير الاسرائيلي كلام المحللين حتى آفيد اختر اللي هو الان مسؤول الامن في الكنيسة وكان بمستوى كبير يعني الكل بيقل مصر لم يعنيها الموضوع الفلسطيني كل هذا من شان احنا نقول والله نحط مصر في خانة اي بلد اخر لا انا بانصح وبقول خلينا نشوف شو على الارض اذا اخونا سامح شكري بقول انه فيش الان مع القضية حدا والعالم بده يدخل في انتخابات وانحنا كمصر بدنا نبرهم للعالم اننا مع القضية الفلسطينية واننا نريد حلا وان اي علاقة النا في المستقبل ستترتب على ضوء حل القضية وانا كويس خلينا يعني احنا مصر شوف شوف ايدها لا فيدها خيارات عسكرية ولا عندها قدرات اقتصادية ولا عندها اي شيء ولا استقرار ولا امن داخلي عندها من رأى منكم منكرا فليغيرها مصر ترى ان فيه هناك منكر اسمه اسرائيل بالان بالايد كيف تعول على استعادة مصر لدورها طالما كل ما يمكن يعني كل المساهلات لذلك او المقدمات لذلك غير موجودة وما ادرك اذا استراحت مصر قليلا وكان فيه تحالف الها قوي وفيه معادلات اخرى في المنطقة هناك على كل حال انا بتوقع هل انت بتفكري طبعا على كل حال هل تفكري انت ان الامور بتتظل لا مش الناس قالوا سوريا بتنتهي في ستة شهر كل عملاء امريكا واسرائيل قالوا سوريا انتهت ستة شهر هاي سوريا ست سنوات وحيحجوا لحداء سوريا طيب لا فيه متغير ان شاء الله طبعا نتمنى ذلك نحن يعني ايضا في اسئلة كثيرة ترحت في هذا التقرير من معهد واشنطن هل ستستضيف ايضا مصر هذه المصالحة او التقريب بين وجهات النظر كما تقول بين السلطة الفلسطينية وبين اسرائيل على كل حال هذا السؤال الى ما بعض الفاصل اعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين الى الجزء الثاني والاخير من برنامج اخر طبعا اعوض اراحب بضيفنا من رمال الله عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الاستاذ عباس زكي اهلا وسهلا بك استاذ عباس زكي في اخر طبعا سنتابع النقاش ولنتوسع اكثر نذهب الى الحدث اليوم اذا الى الحدث اليوم والتفاصيل السفير طلال سلمان النصر المشرف على العدو ما ابعد المسافة وما اقصى المقارنة بين الحرب التي شنها العدو الاسرائيلي على لبنان بعنوان مقاومته المجاهدة قبل عشر سنوات والحروب التي تستنزف الامة العربية باقتارها على امتداد مشرقها وبعض مغربها وبرغم ان بعض الحكم في لبنان كان يرى في مقاومة الاجتياح الاسرائيلي مغامرة امتحارية وانفرادا بقرار الحرب واستفزازا للقوى الدولية بالقيادة الامريكية التي كان يرى فيها الحماية والضمانة خابت امال العدو بانتصار سريع او حتى بطيء وخابت وقعه بان هجومه الكاسح بالاسلحة الفتاكة سيحقق اهدافه بالقضاء على المقاومة وتأديب الشعب في لبنان بوصفه الحاضنة وقد يستزدرج سوريا فيؤدبها وربما بلغ بالتأديب كل من يؤيد المقاومة ويدعمها وصولا الى طهران كانت حربا باسم الوطن والامة ومن اجل الوطن والامة وكرامة انسانها واكثر ما يحزن في واقعنا العربي الحالي ان الحروب هي على الاهل لا على العدو القومي والاممي ولهذا تحتل المقاومة المجاهدة في لبنان مكانتها المميزة فهي لم تقاتل من اجل سلطة او مكاسب آنية بل من اجل شرف هذا الانسان العربي وحقه في حياة كريمة الغدو الاردنية الاستراتيجية المصرية والتكتيك الاسرائيلي اذا كان الفلسطينيون الرسميون يقولون ان اللعبة الوحيدة في الميدان هي المبادرة الفرنسية واعلنوا عدم الرضا شكلا وموضوعا عن تقرير اللجنة الرباعية المقرر تقديمه للامم المتحدة فان المصريين دخلوا محملين بمبادرة السلام العربية وافكار اخرى نجد ان مصر تحدثت في قضايا استراتيجية مقابل حفاظ الاسرائيليين على سياساتهم التكتيكية بالنسبة للاسرائيلي فان مجرد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري مثلت مكسبا فبالنسبة لبنيامين نتنياهو لقاء وزيره الدولة العربية الاكبر هو رسالة مفادها ان ديبلوماسيته غير معزولة وان علاقته مع مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطور وفرصة للقول ان ثمت عملية سياسية تجري او ممكنة لذا حرص الاعلام الاسرائيلي على تصوير دفء اللقاء في بيت نتنياهو في القدس المحتلة فضلا عن قوله ان جزءا من الزيارة تضمن محاولة مصرية للاستفادة من النفوذ الاسرائيلي في افريقيا بهدف المساعدة في ملفات مثل سد النهضة اي ان العلاقات دافئة بالفعل وهناك ملفات اخرى غير الفلسطينيين للحديث فيها لا تنفصل الزيارة المصرية عن خطاب الرئيس السيسي في ايار مايو الماضي الذي دعا فيه للسلام على قاعدة مبادرة السلام العربية لقد نجحت الدبلوماسية الاسرائيلية المدعومة من واشنطن بافراغ الجهود الفرنسية من اي معنى حقيقي من حيث وضع صقف زمني او آليات لتجسيد الدولة الفلسطينية استاذ عباس نعود الى موضوع المفاوضات والحديث عن استقبال او التقريب بين وجهات النظر بحسب تعبير البعض اين اصبحت المبادرة الفرنسية يعني وابرز بنودة يعني المبادرة الفرنسية هو كان الناس تتوقع انه يمكن للأوروبيين ان يكونوا مع فرنسا وان يعوضوا هذا الموقف الامريكي اللي الان لم يعد يعني ذا دور باتباره بطة عرجاء ولكن من المؤسف انه بريطانيا والمانيا كانت ضد هذه المبادرة او في تحفظ اثنين اسرائيل رفضت هذه المبادرة وهي الوحيدة اذا بدها ثمن ثمن عالي مقابل حركة لا تؤدي لا الها مرجعية حتى لو انعقد مؤتمر دولي شو بدي يسوي الا اذا كان فيه هناك فعلا عمل في داخل مجلس الامن ويضع اسرائيل تحت البند السابع بصير جدية اذا كل المحاولات لاطالة امد الصراح حتى اسرائيل تستكمل احتلال الضفة الغربية وتطبع مع العرب ويصبح الموضوع الفلسطيني خلف الظهر هذا امر واضح تماما ولكن يبدو ان اسرائيل عفوا عذرا على المقاطعة ولكن في هذا الشأن تحديدا يعني يبدو ان اسرائيل تهرب من هذه المبادرة الى المبادرة المصرية كيف ايضا تنظر مخافة من المبادرة الفرنسية وتريد حلا الان ولكن بالمبادرة المصرية شوفي اولا يعني اسرائيل ضد التدويل للقضية وعايزة تكون حتى ثنائي بين الفلسطينيين حتى اقليميا بدها شيئا وبالتالي احنا خلينا نعرف ايش بدها اسرائيل واحنا ايش بدنا احنا اول ما قيل بانه في هناك لقاء ثلاثي في مصر بحضر السيد نتنياهو والسيسي وابو مازن احنا قلنا لا وقيلت لا واليوم بدأت مصادر سياسية تقول عرض علينا ورفضنا ليش لانه صار اتفاق مع مصر انه انت يا مصر الان بتقول يا المجموعة العربية شوفي الربعية طلعت لها شيء طب اذا الربعية الاخطاب كلهم بما فيهم روسيا ما قدروا يأثروا في الموقف الامريكي اللي طلع تقرير سيء لا يليق بدول كبرى اذا مصر الان تقود حراك عربي على صعيد الدول العربية للمتابعة وعلى صعيد مجلس الامن لمواجهة تقرير الربعية وايضا تقود حراك اخر ظنا انه بانه فيش نتائج وانا باقول فيش نتائج ومصر مرغمة على هذا حفاظا على شيء دور يعني لا يجوز يذبح الشعب الفلسطيني والناس ساكتا يعني على الاقل بقولوا والله انه فيه جريمة وقفوا هذا العمل الى اخره احنا خلينا الان نشوف ما نحكم بسرعة كي لا نخسر ما تبقى من اوراق فيها شيء من على الاقل الكرامات انا رأيي خلي الموضوع الان بتعلق بالعملية انه ظل الموقف الفلسطيني صامد احنا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين اي واحد بذهب لمفوضات الان معناه بدي يقلح السيد نتنياهو ويصدر الشرعية على الذبح لكل الفلسطينيين لا يجرؤ احد الان ان يذهب الى مفوضات غير مشروطة اللي بيقول عليها ممنوع مشروطة شو المشروطة ما فيش اشي مشروط لكن هو يرفض رفضا قاطعا ان القدس تكون عربية او انه يكون في عندك امل في الضفة الغربية الان طارحين هم احتلال كل الضفة الغربية ما حسألهم وبالتالي انا يعني فيه مشروط الان اردن فلسطيني حول القدس ونأمل من الله اننا ننتصر فيه حتى يعيد القدس الى ما كانت قبل عام 67 قبل هذا اي مشروع تتحدث عنه استاذ عباس مشروع اليونسكو مشروع القدس هذه القدس عربية اسلامية لا صلة للصهيونية فيها وهذا الكلام اللي بقوله من الاف السنين بيصلوا باتجاه الهيكل هذا كلام فاضي والآن اكتشفوا ايضا انه في عسقلان في مقبرة فيها 280 جثة 1800 قبل الميلاد وهذول خبراء من الجامعات الامريكية والالمانية وعلى مستوى وعلى مستوى الان لا ينعرف اصل الارض ومن في هذه الارض منذ قدم التاريخ ولا يجوز ان تبقى الدعاية الصهيونية والتفوهات الفاضية هاي هي التي توجه المصار احنا الفلسطينيين احنا الفلسطينيين الان مقتنعون انه ما عاد حد يقدر يقدم اي تنازل ولا يمكن نروح الى مفاوضات مباشرة مع الاسرائيليين دون مرجعية ودون ايضا تحديد سقف زمني لاننا مش هوات انمدد ال 20 سنة من حوار الترشان الى ما لا نهاية حتى دولة عادية في المنطقة وسط كل ما تتحدث عنه وسط كل هذه المحاولات والمبادرات يعني هناك ايضا يوجد شيء مهم في المنطقة وهو الاتفاق التركي الاسرائيلي وعودة العلاقات الدبلوماسية والعلاقات على كافة على الصعود كافة يعني كيف تنظرون الى عودة العلاقات هذه وكيف تؤثر على الواقع الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية وايضا المفاوضات يعني نحن لازم كمان نكون شوي مارينين احنا الفلسطينيين داخلنا ليس مثالي ولا جيد ولا حتى جاذب فاذا بدنا ندق هلا في الاتراك وندق في المصريين وندق في الطليان صعب انا بقول انه اذا نحن بدنا الان نسلم بان تركيا صارت مع اسرائيل يعني معناها بننعى الوضع الاتراك له مصالح الاتراك كان مبارحيات لسه بناصب العداء لروسيا راح يركض عليها وهي بيحكوا بدمروها على سوريا بدمروها على الاراك فحري بنا نحن ندرس شو اللي ممكن يعني ان لا نخسر اي طرف انا ضد انه احنا نروح نخسر مثلا تركيا او نخسر ايران او نخسر العرب او نخسر كده احنا يجب ان نكون ال اصحاب الرؤية والفكر الاستراتيجي ونعرف شو بده يصير بعد بكرة تركيا لن تكون مع اسرائيل كما يصور الناس الا مصالح مختلفة معها ولكن هناك مرحلة وخارطة بعد الف وتسعمية وستعش مائة سنة مضى بدهم خارطة جديدة الشاطر الى اللي بده يجد حاله ولكن كل اللي بيحاوله يكونوا الان في الخط الامريكي مخطئين فيه معادلات جديدة في المنطقة فيجب أن نحدد بالضبط كيف التعاطي مع معسكر العدو ومعسكر الصديق هذا أمر أنا في اعتقادي أن تركيا ملتزمة الآن بتسهيلات لغزة وتدرس معنا هذا الموضوع موضوع الكهرباء موضوع التحليل كيف تدرس معكم هذا الموضوع يعني كيف تدرس هذا الموضوع فضل هي لازالت تؤمن بأنه في شرعية فلسطينية ما بتتعامل مع جغرافيا مقسومة هذا ما ابلغنا به وإيجا وفد هون يدرس إمكانية الطاقة الشمسية وتمديد خطوط للكهرباء كل شيء يدرسوا باتفاق أنهم ليسوا مع شط بالقضية بالقسمة الجارية على الأرض وإن شاء الله إذا رجعوا الآن هذا له معنى سياسي كبير سوريا بتحسن الوضع إن شاء الله لما يرجعوا لسوريا وللعراق وهيهم لمصر بجوز نفس الناس بحين الناس ولكن في المقابل تركي الفيصل في مؤتمر مجهدي خلق الذي انعقد في فرنسا قال كلاما غير ذلك أبدا هو برر للإسرائيلي وقال أنه هو ضد كل هؤلاء الناس يعني الذين يقاومون أو لم يعتبرهم يقاومون يعني بالأساس يعني أيضا كيف يمكن قراءة هذا الموقف من وجهة نظريك أنا ما ما بدي أدخل بخلاف مع حدا لكن أعتقد بأنه ليس شخصية ذات صفة رسمية لا يجرؤ أي نظام أن يعتبر بأنه بيشارك في الإطاحة بنظام ما قدرتش عليه أمريكا وبدو ستة زائد لا لم نتحدث بعد عن رغبته بإطاحاته بالنظام الإيراني ولا بإسقاط الرئيس بشار الأسد بعد ست سنوات كما تفضلت حضرتك ولكن بعدنا نتحدث عن موضوع المقاومة المقاومة الفلسطينية وحمد جزء من هذه المقاومة هذا شوفي أولا يعني أبشر بطولي سلامة يا مربع ومثلا إذا أتت كمدمتي من جبان فالشيء هذا لي بأني شجاع أنا يعني رأيي أنه حصل كل ما حصل بهذا المؤتمر أصلا يعني خارج عن الناس خارج عن الوعي اللي إذا جينجرش هو الشخصية الأمريكية المهمة واللي حاكم على الفلسطينيين والعرب بالزوال طيب المشاركة في هذا المؤتمر أعتقد يعني خطأ مش خطأ جريمة وأنا والله بدين يعني عقد يعني إذا فيه مؤتمر عربي يشارك فيه هذا تركي وغيره منتاز بس يروح يشارك في معارضة إيرانية وظيفة تدبح العلماء اللي بدهم يخلقوا شخصية في المنطقة تواجه أعداء المنطقة هذا أمر في منتهى الجهل أو الخطورة أو الابتدال واللحاق بالحركة الصهيونية علنا يعني يعني هذه ليست المرة الأولى على كل حال أليس كبالك أستاذ عباس هذه ليست المرة الأولى من قبل السعودية يعني أنا لا تسألين على السعودية يسألين عن حالنا نعم نعم سأسألك على كل حال يعني قبل نهاية الوقت أيضا في موضوع بوضوع نمر عليه مرور سريع موضوع المخيمات في لبنان يعني أيضا هناك ما يحضر المخيمات ليس فقط ما يحضر لها من الخارج بل أن هذه المخيمات معلومات تقول بطت مخطوفة من الداخل وتنتظر يعني نقطة الصفر حتى تقوم بما بما هو مخطط لها منها قطع طرقات قطع الطريق مثلا بين الجنوب وبين بيروت وتحديدا مع الضاحية مثلا يعني أيضا هذا الموضوع كيف تقاربوه أولا ياسر عرفات رحمه الله حادئة المسيرة قال اغبط نفسي أن أنتمي إلى شعب أكبر من قيادته إذا القيادة كانت مشغولة أو لاهية أو ما عندها فكرة استراتيجية حول لبنان لا والله شعبنا أصيل وأنا وأنا في لبنان كنت أشعر بأنه مخيم عين الحلوي أو أي مخيم فلسطيني يتم الحديث عن الميومي نعم يا ستي والله أنه كان الفلسطينيين أفضل بمليون مرة من اللي في نيويورك واللي بفجر في أوروبا أبدا الفلسطيني هو أيوب الصبر وحامل جميل لبنان وحامل جميل الأمة العربية وهو نفي من أرضه قسرا ويقدر وأنا لا تخافي لا بكتعه طرق ولا شيء فيه دائما بعض المغامرين أو المرتبطين بأجندات مشبوهة وطبعا نحن هنا لنذهب الفلسطينيين أستاذ عباس فقط للتوضيح نحن نعرف وأنت تعرف والجميع يعرف بأنه هناك كما قلت في بداية مخطوف طالما هو مخطوف هذا يعني بأنه ليس بإرادته هناك هناك من يستغل الفقر من يستغل البطالة من يستغل كل ما هو موجود في المخيام ولكن ولكن هناك طوى فلسطينية واعية أنا بعرف تنسيقها دائم مع القيادة اللبنانية قيادات أمنية قيادات سياسية وعندهم تجربة بلايك التنسيق يكفي وانا ما خايف ما فيه شوفي الحيطة والحذر والعين المفتوحة دائما هي الضمان أنا في اعتقادي على الفلسطينيين بيعشقوا لبنان وبحبوا لبنان وآسفين لكل اللي كان في الماضي تم لأنهم شافوا الآن أنه ولا بلد إلا في مصيبة هل تقومون بأي خطوات نعم أستاذ عباس الوقت بدأ ينتعي هل تقومون بأي مبادرات أو بأي خطوات أو بأي مشاورات بشأن موضوع التوطين طالما هناك حديث عن توطين النازحين السوريين في لبنان وتم الحديث عن موضوع الفلسطينيين أيضا إحنا ضد التوطين وشعارنا دائما أننا ضيوف مؤقتين يجب أن نجد الاحترام والتقدير وأن نكون أقوياء لأن المؤمن القوي خلر من المؤمن الضعيف لنعود إلى بلدنا وهذا أمر أنا صرت أتوقع قريب جدا في ظل ما يجري الآن من متغيرات لن تكون إسرائيل عليها بس الحرز إنها تضمن سلامتها هم فتحوا في أمريكا وإسرائيل معنى الفوضى الخلاقة سيدفع الثمن وفتحوا الشحن المذهبي والطائفي بين مسلم سني وشيعي وبين مسلم ومسيحي هذا ستدفع ثمنه اللي بحفر حفرة بقع فيها أمريكا الآن وإسرائيل سيكشف عن مجوههم هذا القناع ويصبحوا معزولين اقرأ شو بقولوا الإسرائيليين لبعضهم شو بقولوا الأمريكان عن بعضهم أختم معك في موضوع معنى دقيقة ونصف تقريبا موضوع حرب تموز نحن نعيش الآن هذا اليوم هو اليوم الثاني في العدوان الإسرائيلي على لبنان 13 تموز بعد عشر سنوات على هذا العدوان وعلى هذا الانتصار كيف يمكن قراءته كيف تقرأه أنا بقرأه إنه هذا من الدروس اللي الأكاديميات والأجهزة العليا في النظم تفكر به جيدا هذه القيادة الحكيمة المؤمنة بشعبها بعدالة قضيتها بكرامتها صنعت مهجزة بالصمود في وجه إسرائيل في وقت انطفأت كل الأدواء العربية جاءت المقاومة اللبنانية وأنا بعرف إنه في لإحدى اللحظات كادت الأمور خطيرة جدا بحيث إنه قال السيد حسن أقبل أياديكم أرجلكم إلى آخره وكان هذا يعرف تماما إنه البصنع النصر هم هؤلاء اللي بستحقوا تقبيل الأيادي والوجوه والأرجل وبالفعل أنا بأقول كانت الظلام فانقشع هذا سواء بالألفين وانسحاب هرولت إسرائيل أو بالألفين وستة وهذا النصر العظيم وبالتالي الآن إسرائيل تفكر مئة مرة كيف تغزو وبالتالي أنا بأقول لما تكون حزب الله معتمد على إيران ما لازم حد عربي يكون ضد إيران لأنها أكدت في الوقت المناسب أنها حاضرة لقائر إسرائيل وهي البلد والجمهورية الإسلامية الأكثر مجاهرة في العداء إلى إسرائيل هنا دعوة مفتوحة أنه أنا الأول نتفاهم هل العدو والإرهابي اللي بعيد بيطلع لك بملايين تأييد للقدس ولا الإرهابي اللي بيحتل الأرض وهو أعلى أسكال الرب بنجامله وبدن نقيم معه علاقات أنا في اعتقاد هاي من علامات الساعة شكرا للمقاومة والتحية للشهداء المقاومة وأنا بأقول أنه الأيام القادمة ستؤكد بأنه اللي معدنهم انضيف ويؤمنوا بشعبهم بإرادة أمتهم هم المنتصرون شكرا جزيلا لك كنت معنا من رام الله عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأستاذ عباس زيكي شكرا جزيلا على هذه المشاركة وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة